في القائرة عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على المستوى الوزاري لبحث العدوان الاسرائيلي على غزة بناء على طلب فلسطين واكد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة احياء عملية السلام واطلاق انفاوضات جادة داعيا الى الوقف الفوري للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والعمل مع المجتمع الدولي على اطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك وحماية استقرار المنطقة واشار الى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والغاء قرارات اسرائيل الجائرة بقطع امدادات الكهرار والغذاء والماء مؤكدا ضرورة تنفيذ اسرائيل التزاماتها بصيفتها القوى القائمة بالاحتلال ووقف جميع اجراءاتها غير الشرعية التي تكرس الاحتلال